تغير المناخ هو أكثر تهديد للصحة العالمية في القرن الـ 21 لقد سرقتم طفولتي وأحلامي الناس تموت، هذا ما قالته غريتا البنت 16 سنة السويدية الجنسية وبرنامج المنبر التقدمي يوثق موت الزرع والزراعة ونظوب الماء حيث يقول البحرين غنية بمواردها البحرية التي كانت مصدراً أحد المصادر الرئيسية لرزق وببساطينها المليئة بالأشجار المثمرة وبمواردها المائية حيث كانت زاخرة بعيونها الطبيعية ويقر البرنامج باختفاء أعداد كبيرة من الأشجار المختلفة وشحة المياه العذبة يعتبر تغيير المناخ قضية عصرنا ونحن أمام لحظة حاسمة وفي هذا الجانب الهام من حياتنا لدينا الكثير من الأسئلة عن المناخ وعن الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيات باريس وغيرها من المتابعات والتوصيات والقرارات الدولية والمطالبات التي سوف يتحدث فيها الصديق الدكتور محمد الصياد عضو جمعية الاقتصاديين البحرينية خبير في مفاوضات منظمة التجارة العالمية وقضايا المناخ عضو لجنة تحكيم جائزة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أورابك كاتب منتظم في الشؤون الاقتصادية جريدة الخليج الإماراتية وقبل أن نعلن عن ندوتنا ونعطي المكوفون للصديق الدكتور نحب أن نعلن عن مشروع لجنة تلبيئة وهو جمع عشرة ألاف قنينة بلاستيك شهريا الهدف منها حماية البيئة وتوفير كراسي متحركة للمحتاجين كما تدعو لجنة كل فرق بحريني ومقيم على هذه الأرض الجزر الحالمة بهواء نظيف زراعة شجرة مثمرة لإعادة الخضرة لمملكتنا والمساهمة في حماية البيئة المناخية والآن يتفضل الصديق الدكتور محمد الصياد لإلقاء محاضرته شكرا دكتور أنا أمساكم الله بالخير جميعا واسمحوا لي في البداية أن أتوجه إلى الإخوة في مجلس إدارة جمعية المنبر التقدمي موضوع تغير المناخ عندما درسنا العلاقات الاقتصادية الدولية قبل تقريبا 30-35 سنة ما كان موضوع تغير المناخ جزء من مواضيع العلاقات الاقتصادية الدولية التي هي التجارة الدولية وتصدير رأس المال والانتقال الحر والمنظم للأيدي العاملة ونقل التكنولوجيز اليوم موضوع تغير المناخ أصبح يتصدر الأجندة العالمية ولذلك تشاهدون هذه الفعاليات وهذه يمكن إذا متابعين في الأيام هذه يعني اعتبارا من يوم الأثنين 23 سبتمبر القمة العالمية اللي يسمونها Climate Change Action Summit لاحظوا أن Action يعني متعمدين يعني يحطوا كلمة Action لأن الأمين العامل المتحدة باعتباره هو المسؤول عن تنفيذ الاتفاقية الإطارية المرجعية التي تحكم المفاوضات وتحكم العمل الدولي المتعلق بقضايا تغير المناخ أراد أن يستثمر فرصة حضور ومشاركة الرؤساء الدول ورؤساء الحكومات التمثيل العالي المستوى المعتاد في اجتماع الجمعية العامة للأون المتحدة السنوي الذي يعقد سنويا في نيويور في مقر الأون المتحدة في نيويور في مثل هذا الوقت من كل عام جرت العادة أن يستغل الأمين العام والفريق الإداري مع تنفيذي حضور هذا الجمع الغفير من الرؤساء وأن يخصص اليوم الأول الذي يسبق الإنعقاد الإنعقاد الرسمي للجمعية العامة للأون المتحدة ويكرس هذا اليوم لقضية تغير المناخ ولاحظوا أن هذا الإنعقاد يسبق المؤتمر السنوي له يسمونه مؤتمر الأطراف كونفرنسوف بارتيز يعني يعقد سنويا في كل مرة يعقد في دولة المؤتمر القادم في شهر ديسمبر سيكون في تشيلي فهذه القمة التي عقدت في نيويورك هي متعمدة يعني أساس تسبق يعني يكونون الحاضرين جاهزين جاهزين بأنهم مطالبون بتقديم تنازلات كمية ونوعية في مجال الالتزام بالتزامات التي قدموها في اتفاق باريس ويمكن شفتوا المظاهرات الضخمة اللي خرجت في يمكن أكبر مظاهرات طلعت في إيطاليا يمكن مليون متظاهر في ميلانو يوم الجمعة كان في تقريبا نص مليون في كندا في مدينة في كوبيك الفرنسية وطبعا خطبت فيهم هذه البنت الصغيرة غريت ثنبرغ يعني وهذه البنت أشعلت الأموم المتحدة بخطاب عاطفي جدا وأصبحت أشهر من الرؤساء الحاضرين لأنها كانت جريئة يعني أنا حضرت بعض المؤتمرات المؤتمرات الأطراف لكني لم أرى حتى كان من دوبين الدول التي عرفت بمواقفها الجذرية مثل الوفد نيكراكوا أو وفد بوليفيا أو وفد فنزولا وفود قوية جدا محاورة ومستعدة من كل النواحي الإدارية والفنية والاقتصادية والقانونية ولكن هذه البنت الصغيرة يعني بخطاب يعني ألهاب مشاعر الحضور في الجمعية العامة المتحدة أنا استمعت لها وكانت تتخاطبهم بغضب كيف تجرؤون أن لا تفعلوا شيئا أمام هذه الكارثة طفلة ولكن يبدو أنها مستوعبة مستوعبة حجم الأخطار التي تحذر منها ما يسمى بالهيئة الحكومية الانترناشنال بانيل عن كلايم تشينج الهيئة الحكومية لتغيير المناخ هذه هذه الهيئة تأسست في 79 يعني قبل إنشاء يعني حتى لو تكلمنا بشكل منهجي لثوضيح الصورة أن موضوع الكلايم تشينج حتى يكون اليوم يتصدر للمشهد العالمي أو يتصدر الأجندة العالمية في المباحثات الاقتصادية وأسبق حتى من مواضيع التي تناقش اليوم في منظمة التجارة العالمية في جينيف يعني في مقارن المنظمة في جينيف بدأ في 79 وبدأ في قمة في جينيف قمة ولكن ما كان يسمها كلايمت تشينج أكشن سميت كان يسمها وورد كلايمت تشينج سميت في 79 يعني سبقت يعني هي كانت نوع من التسخين للوصول إلى الاتفاقية الإطارية التي تحكم العمل التفاوضي المتعلق بالتغير المناخ اليوم اللي هي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ United Nations Framework Convention on Climate Chain التي وقعت في عام 1992 في ريو دي جانيرو في قمة الأرض في 79 كانت القمة أول قمة وطبعاً وصلنا إلى القمة الأخيرة اللي هي تحدث عنها قبل شوية اللي خطبت فيها البنت هذي البنت هذي يعني يعني واضح أنها مستوعبة الأخطار التي تحذر منها الحكومية لتغير المناخ الIPCC اللي قلت له اللي هي بمثابة الثينك تانك أو خزان الأفكار الذي يعد التقارير والدراسات والأبحاث وعن الأهوال المحدقة بالكوكب الأرضي نتيجة عملية التسخين المسؤول عنها الذي كما يقول خبراء الIPCC المسؤول عنها النشاط البشري والهيئة هذه أصدرت لحد من عام 1990 أصدرت أول تغرير ولحد الآن أصدرت خمسة تغرير طبعاً بالإضافة إلى اللوبي اللي مارست البنت والمظاهرات الضخمة طبعاً هو اللوبي هذا كله موجه ضد الفوز الفيول الوقود الأحفوري اللي هو الفحم والنفط والغاز طبعاً الفحم أكبر واحد اليوم متضرر لأنه اتخذت خطوات عملية لعزلة يعني وفي الولايات المتحدة طبعاً تضرروا كثيراً محطات الطاقة والشركات العاملة في مجال ولكن من حسن حظهم أنه ما نجح هيلاري كلينتون اللي هي الموالية يعني كحزب ديمقراطي مواليين للكونسب ما للكلايميت شين جاء ترامب الموالي لشركات النفط وغاز وألغى كل الضوابط والقيود اللي وضعها باراك أوباما على التنقيب عن النفط في المحميات الطبيعية وفي الأماكن في الأماكن السكنية يعني إلى حد يعني وصل وصل وفي الأماكن المتحدة يمكن أن تكون اليوم الولايات المتحية التي كانت عرّاب اتفاق باريس لتغيير المناخ الذي وقع في باريس في ديسمبر 2015 بحضور رئيس أوباما وبحضور وزير الخارجية وزير الخارجية جون كاري كان هو موجود داخل قاعات المؤتمر يسهر إلى الليل الساعة 12 22 23 24 24 24 24 24 24 وكاد الاتفاق يفشل في آخر بعد مفاوضات استمرت سبوعين إلى الساعة 4 24 24 24 بسبب كلمة الوافد الأمريكي أصر على تغييرها في المادة الرابعة البند الرابع من المادة الرابعة في الاتفاقية تغيير كلمة استبدال كلمة شال بكلمة شد يعني لأن المادة هذه تتعلق بمسؤولية الدول المتقدمة الدول الرئيس المالية المتقدمة المسؤولية عن هذا الحجم الكبير من الإنبعاثات وتركيز الإنبعاثات بسبب أسبقيتها في التصنيع يعني من تصف القانو 19 فأصروا الوافد الأمريكي أن يغيرون الكلمة من 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 شال إلى شد لأن شال أقوى يعني تلزم الدول المتقدمة بتقديم التمويل اللازم للدول النامية اللي تمكينها من الوفاء بالتزاماتها لأن في اتفاق باريس تم من الاتفاق أرغم الدول النامية على أن تشارك في تأخذ التزامات بخفض الانبعاثات وخفض الانبعاثات يعني كوست يعني تدفع فلوس طبعا نرجع منهجيا نتكلم الاتفاقية في 92 الاتفاقية قلنا اتفاقية إيطارية ولكن الاتفاقية بصراحة برافو على الوفود اللي فاوضت من الدول النامية وكان تجمع الدول النامية مؤتلف في ما يسمى بمجموعة 77 بلاس جينا زايدان صين وهي طبعا مو 77 77 لما تأسست في تقريبا 68 في الجزائر بس هي عددها تقريبا 130 دولة رغم ضخم يعني المفروض يكون وزن تفاوض لشأنه داخل القاعات فالاتفاقية الإطارية موادها في تحفظ حقوق حتى للدول النفطية بما فيها بما فيها حق الحصول على التعويض إذا اضطرت الأسرة الدولية للاستغناء كليا وهو ما ستحاول أن تصل إليه الاستغناء عن الفوز الفيول والهجوم كل مركز عليه هذه المظاهرات وهذه البنت وهذه كل مركز يجب إبعاد الوقود الأحفوري واستبدال بما يسمى بالرنيوبلز أو الطاقات المصادر الطاقات المتجددة التي هي الطاقة الشمسية مينلي وطاقة الرياح وطاقات أخرى فهذه الاتفاقية الإطارية ضمنت بعض المواد الجيدة جدا جيدة جدا نسيت أجيب الاتفاقية طيب الاتفاقية هذه كنا إطارية فهي تحتاج إلى إطاء مثل القانون القانونين يعرفون أن القانون لازم تكون للايحة تنفيذية لأن بدون لايحة تنفيذية القانون لا يصير للايحة تنفيذية التي تشرح تشرح القانون وتسهل تنفيذها وبالتالي جرت المفاوضات لإنشاء إطار تنفيذي للاتفاقية الإطارية ففي 97 بعد خمس سنوات من المفاوضات تم التوصل في مدينة كيوتو اليابانية إلى بروتوكول ما يسمى بروتوكول كيوتو وهو الإطار التنفيذي للاتفاقية البروتوكول كيوتو واضح جدا يحدد المسؤولية تحمل مسؤولية خفض الإنبعاثات 37 دولة رأيس مالية متقدمة المسؤولة عن ذلك وحدد حتى نسب خفض الإنبعاثات 5.5% مقارنة بمستويات الإنبعاثات التي كانت سائدة في عام 1990 وحدد ثلاث آليات للوصول إلى هذا الخفض إما عن طريق ما يسمى بـ CDM Clean Development Mechanism آلية التنمية النظيفة التي هي عبارة عن مشاريع تنفذها الدول المتقدمة في الدول النامية لمساعدتها على خفض الإنبعاثات في المصانع في مصانع التكرير أو في مصانع إنتاج الإسمنت أو في مصانع الألم الإنبعاثات يعني وهذه وتأخذ عليهم ما يسمى بالكريديت كاربون شهادات مقابلها وتحسب لها لأنها مطالبة بالتخفيض وستحاسب مدة نفاذ البروتوكول من 2008 إلى 2012 نعيش فكانت في البداية الدول المتقدمة جادة في الوفاء بهذه الالتزامات ولكن اتضح فيما بعد أن الهدف من تحديد هذه المدة القصيرة هو الاستفادة من الإنعقاد السنوي لمؤتمرات الأطراف لإجبار الدول النامية على الانضمام إلى الدول الرئيس مالية في أخذ على عدق أيضا التزامات بخفض الإنبعاثات وتواصلت وتواصل هذا الضغط وهذه التكتيكات وهذه 133 دولة التي تشوفونها فيه ولكن ولكن مخترق و بصراحة هذين قليلين الدول المتقدمة مثل دول التحاد الأوروبي حتى هو نجح في أن يقدم نفسه يعتمد في سكرتارية الاتفاقية كجسم واحد ساعة يفاوض كجسم واحد وساعة يفاوض جوالي كل دولة وبروحها كانوا 28 دولة قبل ما تنسحها في عام بريطانيا في الأخير وصلنا إلى عام طبعا أنا قاعد أختصر وصلنا إلى عام 2015 منهكة الدول النامية من الضغط وتمت الموافقة على أن تتحمل كل يعني انتهت مدة كيوتو بروتوكول في 2012 فصار في قاب من 2012 إلى 2015 ما في آلية ملزمة لأي دولة من الدول الأعضاف الاتفاقية بمواصلة العمل خلص الانبعادات ففي 2015 تم التوصل في باريس إلى اتفاق جديد له المفروض يحل محل كيوتو بروتوكول يعني عندنا إطار تنفيذي يجب أن انتهى يجب أن يحل محله إطار تنفيذي آخر وأنا كنت من خلال المفاوضات وذي فكنت أنا ألاحق واجتماعات أنها كان عندنا اجتماعات يعني يومية قبل الساعة واحدة الوفود العربية تجتمع وتنسخ لأن بصراحة المفاوضات صعبة ودول ما عندها إمكانيات مثل ما عند الأمريكان مثل ما عند الأوروبيين يعني يستطيعون التواجد في كل اللجان في كل مسارات التفاوض الرسمية وغير الرسمية ما يسمونها في يعني سبين أوف يعني وسبين أوف وسبين أوف وحتى الغرف ساعات ما في مجال ما في مجال ما تشير الغرف يطلعون الناس يعني تصور في يعني في الأخير طبعا وصلنا إلى مرحلة الاتفاقية الملزمة للجميع بالتخفيض إلا هي طبعا في الأخير هي اتفاقية اقتصادية يعني لما نتكلم عن لماذا يقول لكم أنه موضوع خطير نحن نتحدث عن قضية اقتصادية والدول ما تبغي تلتزم لأن ما تبغي تلزم نفسها بإنفاق أموال لخفض الإنبعاثات الدول النيامية وافقت في باريس ولكن بشروط يعني أنا شفت كثير من ما يسمى حتى مبالتزامات يعني ما يسموها المساهمات الوطنية المحددة ناشينا لي ديزيغنيت كنتريبيوشن كنتريبيوشن وليس كوميتمنتز في فرق بين الكوميتمنتز وال كنتريبيوشن كوميتمنتز التزامات ولذلك كل الدول تقريبا قدمت التزامات لأن ما في شي يلزم يعني لو دولة ما التزمت ما في عليها أي ذي ولذلك هذا الغضب تشوفون في الشارع ومن هذه البنت وكيف تجرؤون لأن حتى في القمة الأخيرة هذه اللي صارت ذي يعني أنجلة ميركل قدمت التزام مالي يعني التزامات المطلوبة تقريبا حق مكافحة الظاهرة هذه التزامات ضخمة جدا تقدر بممكن أكثر من 11 تريليون دولار وهذه مقدمة ميركل ثلاث مليار يعني بليجيز يسمونه التعهدات بالتمويل وفرنسا وفرنسا الرئيس الفرنسي اللي هو يعني بلد يحمل اسم الاتفاقية باريس اقريمانت يعني وهو يعتبر نفس يقدم نفس أنه يعني من المدافعين الشرسين عن اتفاق باريس على عقس ترامب يعني اللي انسحب من الاتفاقية فوجئ بأن هذه البنت يعني شيفايل دكيس يعني قدم دعوة على الدول التي لم تلتزم بشكل كافي بتنفيذ الاتفاقيات من ضمن الدول اللي هذه البنت قدمت ومحق الأمين العام شكوه فرنسا فهو قال ما بغي أشوف البنت يعني زين طبعاً بالنسبة للدول النفطية الكلام تشينج موضوع حساس جداً 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 والدول النفطية يعني يستغربون كيف تلتقي مصالح روسيا والولايات المتحدة والدول الخليج والسعودية بس المصالح هي التي تجمع يعني يعني هذه كلهم منتجين للوقود الأحفوري والنفط بل يعني عندما أقرأ التقارير وهذه لين المتفائلين بأن الطاقات المتجددة ستحل محل الطاقات الكونفينشين الانيرجي سورس يعني مصادر الطاقة التقليدية التي هي النفط والغاز يعني استغرب يعني الكبار اللي هاجمتهم هادلين هاو ديريو عندهم استراتيجيات أنا أعتقد أن يعني يماشيين فيها نتكلم عن روسيا الولايات المتحدة كندا صين بعمل فتح جديد في التوجه للاستكشافات النفطية والغازية في القطب الشمالي عمليات استكشاف ضخمة يعني وستزيد حصة النفط الحالية اللي هي تقريبا ثمانية وثلاثين في المئة من ما يسمى بالمزيج الطاقة العالمي ستزيد بالتأكيد يعني لأن الاحتياطيات الموجودة في هذه المنطقة وهم بالمناسبة ذي الدول ما يحبون الكلامي جينجي لا روسيا ولا السعودية ولا الولايات المتحدة زين روسيا عندهم مجهة نظر بعد يعني على فكرة روسيا توهم مواقعين على اتفاقية باريس رئيس الوزراء ميدفيدف بمناسبة انعقاد القمة أعلن روسيا وافقا على الاتفاقية اتفاقية باريس لأن هناك فرق بين التوقيع على الاتفاقية وبين المصادقة عليها الاتفاقية روسيا 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 على ذكرة الاتفاقية روسيا 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 تنضم إلى كيوتو باريس فانتظروا طبعا حتى يصير سار المفعود لازم تلتزم في عدد من الدول تشكل الانبعاثات مؤقل من 50% من الانبعاثات فلما انضمت روسيا إلى البروتوكول في 2004 أصبح بروتوكول كيوتو سار اليوم روسيا لما التحقت باتفاق باريس أعطت مرة ثانية دفع جديد إلى الاتفاق باريس لتغير المناخ لأن روسيا من كبار النافثين للانبعاثات في العالم الروس بعت عندهم موجة نظر باعتبارهم هما أيضا دولة دولة نفطية يعني دولة مش كونتجة مصدرة بعد للنفط يعني يقولون أن التقارير الـ IPCC التقارير الهيئة الحكومية لتغير المناخ تهول من موضوع مثل ما يقول ترامب يعني تهول من موضوع لتغير المناخ وأن يعني لو استعرضنا الأرقام سنجد أن حرق الغابات يؤدي إلى نفط تقريبا 330 مليار طن متري من غوزات ثاني كسيد الكربون الاحتراق للمواد العضوية 220 مليار طن متري بينما هذا واحد في صحيفة روسية قاتب واحد خبير بعد كلايم تشينج يعني طبعا من وجهة نظر روسية بينما المحيطات أيضا تنفث امبعاثات ثاني كسيد الكربون 330 مليار طن متري بينما امبعاثات الناتجة عن النشاط البشري لا تزيد عن ثمانية مليار طن متري سنويا يعني أنا طبعا الرقم هذا لما قريت اليوم امس اتفاجأت لأن كل الأرقام الرسمية تقول يعني تدور حول 40 مليار طن سنويا ناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري على كل نهاية وجهة نظر روسيا وهي نفس وجهة نظر الولايات المتحدة ترامب تحديدا يعني ترامب يسخر من خبراء وعلماء يسخر منهم بشكل مرير يعني ويستخدم كلمات يعني وحتى يقول أن هذه تغير المناخ هي عبارة عن دورات مناخية يعني لو استعرضنا التاريخ يعني سنجد أنها يعني التاريخ الطويل وليس التاريخ الولايات المتحدة طبعا واحدة من الدول التي الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ ولذلك الولايات المتحدة منشقة يعني مثل ما هي منشقة سياسيا هي منشقة أساسا اقتصاديا يعني يعني كمثال ولاية مثل ولاية تكساس نفطية متعصبة للجمهوريين لأن الجمهوريين برو فوز الفيول تقابلها أكبر ولاية في الولايات المتحدة ولاية كاليفورنيا ولاية خضراء ديمقراطيين وهي تتصدر المشهد المدافع عن اتفاق باريس لتغير المناخ وسيتجد أن هناك تقريبا خمستعشر أو أكثر من ولاية أمريكية مؤيدين خمستعشر ولاية مقليل تقريبا يشكلون تقريبا أربعين في المئة من السكان وتقريبا أكثر من اثنين أو أربعين في المئة من الإجمالي الناتج المحلي الأمريكي وهذه اللين كلهم مع الاتفاق باريس لتغير المناخ مقابل ولايات مثل كاليفورنيا مثل تكساس كوليراد والولايات المنتجة للنفط والغاز خاصة النفط والغاز الصخري بالنسبة لنا في العالم العربي وفي الخليج تحديدا إلى حد الآن في العالم العربي لا نعترف بشيء اسم كأولوية إلى حد اليوم في نفس الضبط في هذا الوقت يعني أتذكر حتى اثنين كنت مقدم ورقة الثنين لأن أذكر اليوم هذا نفس اليوم اللي صار في حادث هذه هشيغ جي يعني كنت ألقي ورقة في مؤتمر عن مؤتمر الطاقة العربي في قالوا لي أنا رايح طول هذا المسافة إلى البعيد يعني أوروبا إلى أنزل المغرب وقالوا لي عندك نص ساعة بعدين قالوا لي عندك ثلس ساعة أنا جاي من هنا وعاد ورقة مشتغل عليه شهرين هكذا ورقة عندي لأن جات وزيرة بتلقي كلمة فأخذوا من وقتي وعطوا للوزيرة والوزيرة بتتكلم كلام يعني ترحيب وشكر للمتعوين وذي وهي الموضوع لما تكلمت في الموضوع هم كلهم كانوا كلهم من خلفيات الريفاين و الصناعات النفطية الأبسرين والداون سرين ف بعدين أسأل في يوم وذي اتضح أن لا لا عند الوزراء ولا ما يبغون الوزراء للحين محطين على الطاولة كموضوع أولوية مع أن موضوع خطير موضوع خطير من النواحي الاقتصادية أولا يعني مشكلتهم أن موضوع اقتصادي خطير 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 والدول المتقدمة تتعامل معه على هذا الأساس على أساس أنه موضوع اقتصادي اليوم يتصدر الأجندة العالمية في المفاوضات والمؤتمرات والإجتماعات الخاصة الدولية بالنسبة لنا نحن كالبحرين مثلا نحن دولة نفطية ولكن في نفس الوقت نحن دولة جزرية من الدول الجزرية وهذه الدول الجزرية هذه أكثر دول يعني مكشوفة على مخاطر تغيير المناخ يعني مرة جاء رئيس رئيس شو سمه اللي صوب الهند الجزيرة مالديف المالديف رئيس المالديف في المؤتمر يخطب وقام يصيح يصيح لأن تقرير الـ IPCC الثالث أعدقين قال من ضمن الجزر اللي تختفي المالديف فهذه فهذه محمد قيوم فهذه استغل الفرصة وقام قدام المؤتمرين طبعا حضور قام يصيح حساسي حصل مساعدات مالية لا بس يعني قصد ان في السيناريو ذي مو بس الـ IPCC تقوله حتى الامريكان طبعا وايض يشتغلون في الجانب في الجانب البحثي وإحنا مشكلتنا كعرب غايبين عن الـ IPCC كجهاز يعني لأن إحنا حتى نلفت انتباه الدول ونخليهم يون وساعدونا وقدمونا لنا مساعدات في صناديق في صناديق تمويل خاصة بالتكيف له الادابتيشن كيف تتكيف مع ظواهر تغيير المناخ في صناديق ممكن تتمويل ولكن يجب أن تثبت أنت لهذه الصناديق أن تقدم دراسات أنت فعلا رايح تتأثر وأن رايح تتضرر من ظاهر التغير منها العرب كجهاز طائف لا يوجد لدينا مكانيات حتى مفاوضين على برازيل وكان طيار يأي من يأي من البرازيل لا أعلم كم ساعة أنا من البحرين إلى هذه قلت بأبعيد هذه جاء من البرازيل كم وفدهم مائتين شخص مائتين أي والله وإحنا أكبر وفد يمكن سعودي لأن سعودي لديها مكانيات الدول الأفريقية والدول المسادكين في غار لا يوجد لأن السكن غالي فهذه الدول الأوروبية يستغلون هذه فيدفعون مصاريف الوفود الأفريقية والدول الجزرية بالتحديد الدول الجزرية أخطر 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 اختراق لمجموعة السبع وسبعين زائدة الصين هي الدول الجزرية وهو تحالف يضم تقريبا 44 دولة 31 دولة من الكاريبي ومن أفريقيا ومن اللي وتصوروا إحنا البحرين يرفضون يأخذون نوياهم لأن يعتبرون أن نحن دولة نفطية إحنا مصالح نوية سعودية وإمريكا وإرسال 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 النفطية مع أن نحن دولة جزرية مصالحنا وين مصالحنا وين أعتقد أن أنا أوقف وإذا في عندكم شي تفضل أشكورين